مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع انتهاء تأثيرات الأحوال الجوية الخماسينية وبالتالي سيصبح الطقس معتدل نهاراً معتدل من حيث الحرارة ولطيف أيضاً ليلاً من حيث درجات الحرارة مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى على الخرارة التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستتأثر خلال يومين القادمين بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل ورطوب أعلى بإذن الله وبالتالي تصبح الأجواء معتدلة أثناء النهار ولطيفة أثناء الليل أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء صافية لطيفة درجة الحرارة السورة المتوقعة 17 درجة الرطوبة النسبية مرتفعة قليلاً حوالي 65% مما يزيد درجة الشعور بدرجة الحرارة أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة انخفاض على درجات الحرارة أجواء معتدلة أثناء النهار لطيفة أثناء الليل العظمى المتوقعة يوم الأحد تتراوح ما بين 25 إلى 28 في عمان والصغرى بحدود 17 درجة مئوية يوم الاثنين 25 إلى 27 تتراوح العظمى في عمان والصغرى بحدود 17 يوم الثلاثة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 إلى 27 والصغرى بحدود 20 درجة لكن يوم الثلاثة ليلاً في فرصة لتصبح الأجواء غائمة جزئياً مع فرصة ضعيفة لبعض الأمطار المتفرقة أو احتمال سقوط زخات متفرقة من مطر خاصة في جنوب المملكة ودرجة الحرارة الصغرى بحدود 20 درجة لكن بشكل عام أيام الأحد والاثنين والثلاثة أجواء معتدلة بالنهار وأجواء ربيعية لطيفة ليلاً الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات المختلفة من المملكة إربت 29-18 عجلون 28-17 جرش 30-19 المفرق 29 إلى 16 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقاء 27-17 مأدبة 25-18 عمان ما بين 25 إلى 27 العظمى والصغرى 17 البحر الميت أجواء حارة نسبياً 34 إلى 26 والزرقاء 29 إلى 19 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكارك 26-19 الطفيلة 25-19 الشراء 23-17 عمان 26-19 العقبي أجواء حارة نسبياً 36 إلى 25 درجة مئوية المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبياً نهاراً معتدلة ليلاً الأزرق 33-19 الصفاء 32-19 وأرويش 33-19 درجة مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة